وزير النقل حقنا هذا وزير النقل محسوب على المجلس الانتغالي عليك ما تستحي وعادك من الأسرة الحاكمة اللي ما نزلت عليه منشور قبل قبل خمس أيام ونزلت عليه منشور وزير النقل دخلوا لي صحاب الضالع بي سبوا لي أخر حيب أهداءوا لكنكم استعوا على أنفسكم خليكم رقع تشتون دولة ولا تشتون سمعوا سمعوا عندما أنا أعتقد صحابي أصحاب ردفان مين مني ردفان و عندما أعتقد الميساري لم يضعوا صحاب أبين و قالوا ليش تنتقد الميساري و عندما أعتقد وزير العدل السابق صحاب يافع ليس لأن صحاب يعفع لأني أعتقد صفته واسمه وظيفته باللهي بربكم هذا وزير نقل هذا وزير نقل استعو استعو يا أخي في أثناء الحرب في أثناء الحرب في أثناء الحرب بين الحكومة والمجلس انتقالي كان وزير نقل الجبواني ما حصل ما حصل من فساد الجبواني أكثر ما حصل من عرسلان حميد هذا قال لي يا صحاب الضبار يدخل لي والد عنك مقرون يمثلكم هذا الفاسد قول يمثلناه فأنتم فساده هذا وزير هذا وزير باللهي بربكم هذا شوفوا تدرونش طلع طلع على دماء الشهداء هذا طلع على دم الشهيدة بوليمامة طلع على دم الشهيد السعدي طلع على دم الشهيد يواس طلع على دماء الشهداء هذا هذا وزير فاسد ما علي منه مرشح ولا ما مرشح ولا هذا وزير فاسد يا أخي ما حصل في عهد الجبواني ولا حصل في عهد الحالمي ما حصل هذه الأشياء إن المسافر المسافر اللي يستقبل أهلها هذا الكلام مو مني أنا هذا الكلام مو مني حاشا وقل أحد إعلاميين قناة الجنوب أحد إعلاميين قناة الجنوب اسمعوا وشغل أديكم يا يا رجال الله يلعنك هذا اللي يسبل المي يشتخل أمي في هذا الموضوع الله يلعنك ما لك لس بلمي أنا بناغشك بموضوع وزير وانت تدخل سبلمي ما لك نتكلم ما كان يطلعك وسبلمي مطار عدن الدولي مطار عدن الدولي كيف عرف أهلي وكيف عرفوا الناس أهلي كيف عرف أهلي هذا وزير النقل حق هنا شوفوا محسوب على الميجس انتقالي هذا وزير النقل اسمعوا ها 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 وَلَّا عَبُو ترِيك وَلَّا عَبُو ترِيك بلغورون أخيراً أخيراً أحد أكددي يعرف قدته بلولا أبو تريك يخي هذا محسوب علينا على الميقس انتقالي وزير النقل سارق حرامي له علاقة مع أولاد الأحمر ليه علاقة مع المنفذ الوديعة أنا لما نزلت قبل فترة من الفترات المنشور هذا ودخلت ونسبيته لي عيبي عبد الحميد وزير النغل قلت لهم أنا لا سبيت للضالع ولا سبيت له شخصيا أنا أنتقده كوزير كأبسط الحقوق نتكلم فيها كان فاسد في شركة النفط كان فاسد وسارق وحرامي كل شي فيه والأهد تيبوني هو وزير في نفس الفساد على فكرة عذرني المجلس انتقالي إذا كانت هذا ترشيعتكم هذا ترشيعتكم للناس السرق والفاسدين قلوا لنا من البداية أنكم تدورون سرق وفاسدين إيش الفارق بينه وبين اللي قبله ماذا قدم لنا ماذا قدم لنا لا أبي نخل لك واحد يقول وليد عقل وارد ثاني عقل وارد ثاني واربحي عقل كان موقفات علينا الباصات وشقلهم الباصات أتهم في عهد الحالمي قبل الجبواني الباصات جابت الإمارات وفي عهد الجبواني يديكم نغاط على الحروف وفي عهد الجبواني في عهد الجبواني اختلفت الإمارات مع الجبواني والميسري ووقفوا الباصات ولما جاء هذا دلمرة دلمرة كم لنا من يوم مسك وزير كم لنا من يوم مسك وزير دلمرة شقلهم من المنصورة للمعلة يا رجال طالب اللي بتكيبه بالأشقاب مئة وخمسين خمسين مقطوعة ومية ملفقة من هنا ومن هنا قلت حياة قلت أدب يا جماعة الخير إذا كانوا هالا الوزراء بيمثلوا المجلس انتقالي يا المجلس انتقالي ايش نقول عليك ياخستحو على أنفسكم ناس فوضوكم وقالنا نجحكم سياسيا اوكي لكن عيب انك تنجح سياسيا وتنقبلنا بالمكان الثاني تنخدها بالله بربكم هذا محسوب على المجلس انتقالي وزير نقل بالله بربكم هذا هذا وزير عيب استهو قليل يا اخي انت بتدافع على من بتدافع على صعلوك على صارق أنا تواصل المنزل كل منشور تواصل بي مدير مكتبه المفلح يا ذاك بدير مكتبه من المفلح عادة يا فعي ذاك عادة كل ما دول بيض غاب الحميد لا نحنا نشتقل واش بيقول مدير مكتبه لي الوزير ترى بيته مفتوح يا اخي انا بقوله مش كيوك بدوره اكل ولا بدور تخزينه لا الوزير محارب يا اخي من من محارب من من محارب قولوا لي من من محارب من عيد الروس نائب رئيس الدولة ولا من العليمي اللي هو رئيس حالة ام حالة ولا من طارق ولا من بحسني ولا من من مقلولي من من خلاص انتهت انتهت بعشب عن عذار قابل كناب نتعذر بحلي المحسن وكناب نتعذر بحبد ربه منصور وكناب نتعذر بحزب الاصلاح ماذا لعينه القرار بيدكم لا تكذبون علي ولا أكذب عليكم أنا أكذبكم السنق والأمانة بيد من ما لكم ايش ايش اللي حصل فهموني قلوا لي قلوا لي يا جمعة الغير سألكم بالله قلوا لي ايش اللي حصل في أحدك يا وزير التافة يا الوزير التافة جاء ممثلة ثبا حقوق الانسان وجاءوا ناس وصوروا جوازها هذا ممنوع محرم دوليا ونشروا في مواضع التواصل اجتماعي سببك انت في عهدك الفساد التذاكر الطيران اللي كان في عهد الجبواني تروح لها مصر بثمانمية ولا بسبعمية دولار في عهدك بألفين وبألف وخمسمية وبألف ومئتين دولار في عهدك انت محسوب علينا المجلس انتقالي في عهدك جيبك لي واحد مرة فان شي تسكدنا مسؤول النغل بري بالحبل القبر مسؤول النغل القبر عيب ياخذ تحو حسب انكم عارضة وانكم اصحاب دولة تجيبون يقولون نعم تصدر قرارات من راسك هذا فاسد هذا حغير برع ما حملك لنا اي شي كل الوزارة حق المجلس انتقالي ولا سووا لنا كلمة ولا شي نفس الفساد لقوا الجماعة الاولين قالوا شوفوا الفساد من هنا تشعون تلصمون تقرحون وقلوا لكم ما شو على الدرب الفاسد الاولين باللهي بربكم طيارة بنشر اخي مش بيوت ما حصلها في عهد الجبواني ما حصلها في عهد ابو ابو جيت جدكم اشهادة الرثرة اللي فيكم محسوبين علينا انت وزير شوفك طلعت بدماء الشهداء اليونوبيين شوفك انت وزير نقل طلعت باسم متها طلعك تدري متها طلعك طلعت بعد دم الشهيدة ابو اليمامة وهذه اخرتها ترجمة نانسية